وفي ثنائي هذه الفتن لا يعني أن لا يكون هناك تنفيس لهذه الأمة يكون هناك تنفيس ولذا جاء في صحيح مسلم قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا المرج هو الوادي المعشر والأنهار معروفة وهذا يدل على قوة تعود للمسلمين وكذلك قال عليه الصلاة والسلام كما في سن أبي داود إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس مئة سنة من يجدد لها دينها وهذا الحديث وهو ذكر الرأس رأس كل مئة سنة قال بعض العلماء إن ذكر الرأس من باب القيد الاتفاقي يعني اتفق ذكره في الحديث فيكون هذا التشديد في أي سنة من سنوات المئة وعلى هذا القول يكون المجددون كثر لا يحصل لكن وهو الأظهر أن ذكر الرأس قيد احترازي لكن ما معنى الرأس هل هو في أول المئة أم في آخر المئة الرأس يكون في الأول ولكن لا يعني أن الرأس لا يكون في آخر المئة وهذا الحديث الرأس فيه هو آخر المئة ليس أول المئة ولذا يقول أنس رضي الله عنه بعث النبي عليه الصلاة والسلام على رأس أربعين ومما يدل على أن الرأس هو آخر المئة أن الأمة أجمعت على أن من بين المجددين هو عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز هو في أواخر المئة في التسعينات من المئة وإذا كان الرأس هو آخر المئة وذكره اشترافي يدل على أن المجددين ليسوا لتلك الكثرة فيما لو يقل إن ذكر الرأس قيد اتفاقي ويقول بعض العلماء ويعيشوا هذا المجدد سنوات قليلة بعد خروج المئة وعلى والد الآن نتكلم عن محمد عبد الوحاب على ما ذكروا هؤلاء العلماء من المجددين وهل يبعث الله عز وجل أكثر من مجدد قال بعض العلماء نعم أكثر من واحد لأنه قال من ومن بالعموم لكن قال بعض العلماء لا لأنه ناكر ويا قيدت أنه قال رجل يجدد لهذهنا فأنته رضاء على هذا بأن ذكرى الرجل لا يدل على نفي أكثر من مجدد لما لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يجدد لها دينها أي شاملا ولذا الشافعي رحمة الله عليه عد من المجددين ومع ذلك ليس مجددا في جانب السياسة والشكوم لما أمر بن عبد العزيز صدق عليه الوصف كله وبالتالي فيجوز أن يبعث أكثر من مجدد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر